السلام عليكم ورحمة الله. آآ نهاردة ان شاء الله هنهاردت حل المشكلة بتقابل الناس كتير او بتضايقهم ان انت يبقى رقم الموبايل بتاعك متسجل مش باسمك عن للترو كولر. لما تتصل بحد او حد يتصل بيت بيرجع يقول لك ان انت الرقم بتاعك متسجل على الترو كولر باسم كزا. وده طبعا بيكون مش باسمك او بيكون باسم مش حلو. حل القصة ديت او حل المشكلة ديت هو سهل جدا. مبدئين هتخش على البلاي ستور. انسيرش على الترو كولر. تعمل داونلود للابليكيشن. عشان ينزل عندك على الموبايل. لو عندك الابليكيشن باحسن تشيله. بنرجع نزل الابليكيشن تاني. بعد ما تخش على الترو كولر اول مرة. هتبقى محتاج ان انت تعمل زي او تسجيل لاول مرة من على الترو كولر. هتكتب رقم الموبايل بتاعك وتختار البلد. دوس كونتينيو. هيعمل معك على الرقم بتاعك. كده هو عمل لازم طبعا شريحة تبقى جوه الموبايل. هنا هيقول لك كزا اختيار. مبدئين ممكن يخليك تكتب انت اسمك. انا مسلا هكتب اسمي ومش هيكتب الايميل بتاعي. ده او يعيت ان تكتب الايميل بتاعك او ممكن تحت اestä بالفيسبوك او الجوجل اكاونت بتاعك. طبعا لو عملت اسمك ثابة اللي على الفيسبوك هو النافهيبقى موجود لما حلقة تنتصر بيك وصورتك ممكن تزهر. نفس الكلام للجيميل اكاونت او الجوجل اكاونت انه عملت به الريجستراشن صورتك هي اللي هتظهر واسمك على اليميل او على الجيميل هي اللي هتظهر هدوست continue كل ديات بالنسبة للترو كولر بيقولك هو ممكن يعمل ايه ممكن تخلي الترو كولر هو الابليكيشن الاساسي لالكونتكت والاسم اس كده الابليكيشن نفسه اشتغل لما هاجي سيرش على الرقم بتاعي هنا هكتب الرقم بتاعي هسيرش عليه هازهر لي هنا الاسم اللي انا عملته على ترو كولر وكينا نكون حلنا المشكلة دي شكرا لديكو جميعا